قبل ما كمل معاك وشوفوا كمان وكأن فينا ما يكفينا يعني من ألام ومشاكل مختلفة لما تشوفوا العنصرية الشديدة دعية سعودي بيحرم الخروج على الكفيل بيقول إيه بقى ليس منا من يحرد عبدا على سيده يعني شوفوا تخيلوا الدكتور ناصر العمر قال هذا الكلام ليس منا من يحرد عبدا على سيده العامل عبد في مفهومه والكفيل السعودي سيد اللي بيوصل هذه المفاهيم العنصرية اللي بيوصل هذه المفاهيم العنصرية لا ده يستحق الرد عليه أولا والمسألة والمحاسبة يعني وأنا أفك ده حتى السلطات السعودية اللي بنتكلم معاها وكل ما بنلتقي مسؤولين بنكلمهم يا جماعة نظام الكفيل نظام عبودية وهو بتناقش معاك ويقول لك والله نظامنا كده واحنا يعني بنحاول نخفف من آثاره نناقشهم ونقول لهم نظام عبودية فيقوم يطلع يطلع إنه من يعطي بقى هنا مظلة إسلامية على نظام الكفيل ويؤكد إنه آه نظام عبودية والعامل عبد والكفيل السعودي هو سيد واللي هيحرد عبدا على سيده مش مننا ممكن نوصل لهذه المفاهيم العنصرية يعني فينا ما يكفينا من ألام ومشاكل وأزمات اجتماعية طاحنة اضطرت العامل المصري وغيره في بعض الدول إنهم يسافروا إلى الدول الصديقة وهي دول صديقة وأنا أثق إنه السلطات السعودية يعني لن ترضى بهذا الكلام لإن إحنا بنناقشهم في نظام العبودية المسمى بالكفيل وبقول لهم خلاص هو من حقهم إنه يعمل القانون اللي هو عايزه ومن حق إيه إحنا كمان إن إحنا نقول يا جماعة ده نظام عبودية ما تيجوا نتناقش فيه كيفية تغييره تعديله وتبديله فيقوم يطلع لنا اللي يقولك إن الإسلام بيقول ماهو داعية شهير فحيبقى الإسلام بيقول إنه العامل عبد والكفيل السعودي سيد اللي بينشر هذه المفاهيم العنصرية لا يمكن أبدا السكوت عليها ولا يمكن الصمت إذا أه أنا أوضحت لإنه كمان دي صفعة وهنا بقى صفعة بتوجه باسم الدين والدين منها بريء باسم الإسلام والإسلام اللي حرر الإنسان من العبودية لا يمكن أبدا إنه يقبل هذا الكلام اللي مش عايزة أوصفه اللي مش عايزة أوصفه